احتج أهالي منطقة الخروع من معتمدية تابر علي من ولاية تسفيقس عن الأوضاع المزرية التي يعيشونها باعتبارهم يفتقرون إلى أبسط الضروريات فهؤلاء السكان يعانون من فقدان المياه الصالحة للشراب رغم وجود الخزان المائي منطقة الخروع منتفعة بالماء الصالح للشراب رغم أن الماء قريب لهم شوية لكن عندنا إشكالية في كجمعية عندنا برشناس قاعدة ماشية تخلص ومن المنبر هذين نحب أن نوجه ندال الأخوة اللي عندهم الماء تاحم ومستنفعين بالماء الصالح للشراب باش يتصوا بإدارة الجمعية ويخلصوا الماء تاحم يخلصوا ثم الناس عندها 700 دينار وعبر أهالي المنطقة عن استياء هم من غياب تدخل السلطات لانتشال هم من سوء تردي البنية التحت بالمنطقة بسبب عدم تعبيد الطرقات والأنهج كما طالبوا السلطات المحلية التدخل العاجل لإيصال الماء الصالح للشراب في أقرب الأجال عنا برشة نقاس في طريق العمومي تعبيد منطقة طبراج يمكننا حكاية أربع كيلو متر عنا صغارنا ما يلقوش وشيمش ومثلا البير علي نبعده 25 كيلو متر على بير علي بن خليفة عنا تلامدة قاعدة تعاني في برشة مشاكل في النقل وفي برشة حاجات قاعدين يعانوا فيها تلامدة متاعنا ما يلقوش في شيمش ومثلا البير علي بن خليفة نحن طالبين أول حاجة الساعة المية الساعة المية والكياس هل الـ 200 متر ولا له هذا اللي طالبين نحن وكان عملونا أخوية حضيرة كالأعباد مرحبا بيهم زاد الناس هاي بطالة الناس كلها اكترى فيها كلها زوالة ما عند حد شيء هؤل البطازة هنا هؤلاء اكترى فيه بـ 20 ألف نجيبوا فيها السترنة لعل أكثر ما يزعجوا سكان هذه المنطقة ليس فقط تغياب البنية التحتية وإنما ضرورة توفير الماء الصالحة للشراب خاصة في ذل الوضع الصحي الراهن